اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الصاحبة والولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله إلى الناس مبشرين ومنذرين فدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له وبصَّروهم لاجتناب مزالق الشرك والاعتقادات الباطلة المهلكة وجادلوهم بالحُسنى فكانوا هم حُجَّة الله على خلقه أما بعد فاتقوا الله يا معشر المسلمين وَاقْبَلُوا نُصْحَ النَّاصَحِينَ وَعِظَةَ الْوَاعِظِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ هذا العِلْمَ دِينَ فَانْظُرُوا مَا تَصْنَعُونَ وَعَنْ مَنْ تَأْخُذُونَ وَبِمَنْ تَقْتَدُونَ وَمَنْ عَلَى دِينِكُمْ تَأْمَنُونَ فاتقوا الله حق تقواه فإن في تقواه كل خيرٍ جزيل واحذروا أخذه وعقابه فإنه أليمٌ وبيل وسارعوا إلى مغفرته ورضاه فقد خلقكم لأمرٍ عظيم وهيَّأكم لشأنٍ جسيم خلقكم لمعرفته وعبادته وأمركم بتوحيده وطاعته وجعل لكم ميعاداً تجتمعون فيه للحكم فيكم وفصل القضاء بينكم فخاب وشقي عبدٌ أخرجه الله من رحمته التي وسعت كل شيء ومن جنةٍ عرضها السماوات والأرض وإنما يكون الأمان غداً لمن خاف واتقى وباع قليلاً بكثير وفانياً بباق وشقوةٍ بسعادة واعلموا أن من أعظم المطالب لراحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج هو الإيمان بالله والعمل الصالح والإحسان إلى الخلق قولاً وفعلاً وبكل ما هو معروف أيها الناس إن في اختيار الخالق تبارك وتعالى دين الإسلام شرعةً ومنهاجًا للمؤمنين لهو دليلٌ على عنايته تعالى بهم ومحبته لهم ورضائه عنهم قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً وهذه الآية الكريمة من آخر ما نزل من القرآن الكريم تكلم الرب سبحانه وتعالى عن نفسه وأخبر بأنه أكمل لأمة محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً دينهم وأنه أتم عليهم نعمته وأنه رضي لهم الإسلام ديناً فأكمل الله بها الدين وأتم بها النعمة وأيسى الذين كفروا من أن ينالوا من دين الإسلام أو أن ينقصوه أو أن يحرفوه فقد كتب الله له الكمال وسجل له البقاء وتكفل الله بحفظه وحمايته إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد بيَّن الله تعالى في محكم التنزيل أن رسالة محمدٍ صلى الله عليه وسلم كاملةٌ شاملة هي خاتمة الرسالات السماوية أرسل بها رسولًا طهره واصطفاه وقرَّبه وأدناه فأرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرًا ونذيرًا ورحمةً للعالمين وسراجًا منيرًا وأنزل عليه كتابًا مُصدِّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمًٍا عليه أنزل عليه وحيًا يُخاطِب العقول والفطرة ويتناول جميع نواحي الحياة حياة الفرد والأسرة وحياة المجتمع والدولة فقد نظَّم صلة الإنسان بخالقه وصلة المسلم بأخيه المسلم وصلة المسلم بغيره حتى صلته بالحيوان وجميع أفراد العالم الصامت والناطق وعالج جميع المشكلات وعالج جميع المشكلات ورسم جميع النُّظم في كل الأمور صغيرها وكبيرها حتى حاجة الإنسان كيف يقضيها فالذي أنزل آخر النُّظم السماوية وجعلها ناسخةً لما قبلها من النُّظم هو الذي خلق الكون ويعلم ما كان فيه وما سيكون من تطوراتٍ وتغيُّرات وما يستجدُّ من متطلَّبات فجعله نظامًا يتسع لجميع الاحتمالات في إطار العدل وفي ظل التقوى وخشية الله عز وجل فلا يجوز لمسلمٍ أن يتصوَّر أن هذا الدين غير شامل أو أنه يحتاج إلى تكملة أو زيادة أو نُقصان أو تنسيقٍ أو تطوير فإن هذا تصوَّرٌ خاطئ يُخالِف حقيقة الإسلام فواجبُ الأمة المسلمة أن تبدُل جُهدَها لشكر المُنعم عليها وأن تقوم بكل قدُراتها بحقوق ربِّها وأن تُدرك مدى هذا الاختيار وهذا الرضا فتتمسَّك بدينها الذي رضيه لها ربُّها بكل عزائمها وأن تعضَّ عليه بنواجِدها إن الإسلام عباد الله هو دين الله الذي لا يقبل دينًا سواه فقد أودع الله عز وجل فيه كمالًا وسعادة كل عبدٍ يدينُ به لله رب العالمين فيعبدُ الله وحده بما حواه من عقيدة التوحيد الراسخة ومن عباداتٍ وأحكام وآدابٍ وأخلاق أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينًا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اللهم بارِك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واهدنا الصراط المستقيم وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم ترجمة نانسي قنقر الحمد لله الحمد لله مُدبِّر الليالي والأيام ومُصرِّف الشهور والأعوام المُتفرِّد بالكمال والتمام الملك القُدُّوس السلام أحمده حمدًا يبقى على الدوام وأُقِرُّ بوحدانيَّته وأتبرَّأ من الشرك وعبادة الأوثان والأصنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه الذي كان يخُص رمضان بما لم يخُص به غيره من صلاةٍ وتلاوةٍ وصدقةٍ وبرٍ وإحسان اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الذين آثَروا رضا الله عز وجل على شهوات نفوسهم فخرجوا من الدنيا مأجُورين وعلى سعيهم مشكُورين وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أنه لم يبقَ إلا أيامٌ قلائل ونستقبل موسمًا من مواسم الخير وميدانًا يتسابق فيه المُتسابقون إنه ضيفٌ عزيز ووافدٌ كريم تتشوَّف القلوب إلى مجيئه وتتطلَّع النفوس إلى قدومه هو شهر رمضان شهر الصيام والقيام والقرآن والعتق من النار شهر البر والجود والإحسان وكل أنواع الطاعات والقربات يتباشر المؤمنون بقدومه ويهنِّئ بعضهم بعضًا ببلوغه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلةٍ من رمضان صفِّدَت الشياطين ومردَت الجن وغُلِّقت أبوابُ النار فلم يُفتَح منها باب وفُتِحَت أبوابُ الجنان فلم يُغلَق منها باب ونادى مُنادٍ يا باغي الخير أقبل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ من النار رواه الترمذي وقد كان السلف الصالح رحمه الله يسألون الله ستة أشهرٍ أن يُبلِّغهم رمضان فإذا بلَّغهم إياه سألوه ستة أشهرٍ أخرى أن يتقَبَّلَ منهم وسُئِلَ عبدُ الله بن مسعودٍ الصحابيُّ الجلينُ رضي الله عنه كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ فأجاب ما كان أحدنا يجرؤ على استقبال الهلال وبقلبه مثقال ذرة حقدٍ على أخيه المسلم فاسألوا الله تعالى أن يُبلِّغَكم شهر صومكم واغتنِموا نعمة الصحة والقدرة على العمل فكم من مسلمٍ طموحٍ إلى الخير تمنَّى أن يصوم شهر رمضان ليجتهِد فيه بأنواع العبادات فأدركه الأجل قبل ذلك وكم من مسلمٍ يتمنَّى أن يصوم رمضان ويقوم ليلة فلا يستطيعُ لمرضٍ يمنعُه وكم من إنسانٍ استحوذ عليه الشيطان فهو في الأرض حيران وكم من مسلمٍ تفيضُ عينُه من الدمع حزنًا ألا يستطيعَ الوصولَ إلى بيت الله وكم من امرئٍ استحوذَت عليه شهواتُه وجعلته في غفلةٍ ونسيان يقول إنه مسلمٌ ولا يؤدِّي شعائر الإسلام فاشكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليكم واجتهدوا في طاعته وطاعة رسوله واشكروا الله على نعمة الأمن والاستقرار تؤدُّون شعائر دينكم في بيوت الله بعزٍ وافتخار وخذوا من صحتكم لمرضكم ومن غناكم لفقركم ومن شبابكم لهرمكم ومن حياتكم لموتكم ومن فراغكم لشغلكم وأوصيكم بالتمسُّك بآداب هذا الشهر واحترامه وأداء حقه والتعرُّض لرحمة الله عز وجل وإحسانه فإن هذا الشهر فرصةٌ لا تعوَّض فقد لا يُدرِك المرء شهرًا مثله نسأل الله أن يُوفِّقنا لبلوغ هذا الشهر وأن يُوفِّقنا لصيامه وقيامه إيمانًا واحتسابًا وأن يجعلنا من عُتقائه من النار والفائزين برحمة الله ورضوانه وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين اللهم إنها قد افترضت علينا ما افترض فأعِنَّ يا الله على فرض ما فرض وأكثروا من الصلاة والتسليم على نبينا الكريم فقد أمركم بذلك في كتابه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وقال عليه الصلاة والسلام من صلَّ عليَّ مرةً واحدة صلَّى الله عليه بها عشرًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك وصفوتك من خلقك صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المُشفَّع في المحشر وارضَ اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحُنفاء أبي بكرٍ وعمر وعُثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وأهل بيته الطيِّبين الطاهرين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وارضَ عنا معهم بمنِّك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم آمِنَّ في أوطاننا وانصر واحفظ إمامنا ووليَّ أمرنا اللهم وفِّقه وليَّ عهده وأكلئهما برعايتك وعنايتك وأعِزَّ بهم الإسلام والمسلمين وارزُقهما البطانة الصالحة الناصحة ووفِّق اللهم جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك اللهم ادفعنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واجمع شملهم ووحِّد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنزِل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانِطين اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم وعتنينوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيدكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مرفوعة ونظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت بذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله